السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكلهم تابعين مطبخ نونة معاكم نونة الحجيري النهاردة هنعمل مع بعض احلى فطار او احلى عشاء وممكن كمان يبقى احلى غدا هنعملوا مع بعض الصدق الاسكندراني فخلونا نتكلموا معاكم براحتنا النهاردة بلغتنا الاسكندرانية الصدق بتاعنا سهل وبسيط وسريع وطريقته ولا اسهل وكمان شكله ولا اطيب ولا اشهى من كده الصدق نعملوه بقى ونقدموه في السندوتشات ناكلوه احنا قاعدين كده مع مكارونا او ممكن كمان مع رزة ابيض يعني شغال في كل الاوقات لو ع الصبح يبقى احلى سندوتشات فطار لو ع الضهر يبقى احلى غدا جنبيه شوية رز او شوية مكارونا نبدأ بقى ونشوف الصدق بتاعنا عملنا النهاردة ازاي يلا بينا باسم الله اول حاجة اتصل على النار فيها معلقتين بس من الزيت اول ما سخن كويس جدا مقطع الصدق بتاعي صغير زي ما احنا شايفين وضفناه فيه انا ما عنديش كمية كتير من الصدق وتقريبا ربع كيلو من الصدق اول ما يبدأ لونه يتغير ويدخل فيه تشويحة شوية احنا هنا مش بنحمروه ولا بنسووه احنا بنديله بس تشويحة عندي بصل مقطعينه شوية صغيرة كده حلقات او شرايح او مكعبات على حسب الازواء وعندي كمان فلفل اغضر وفلفل حراء احلى حاجة في الصدق بتاعنا ان يبقى حراء حاجة سبايسي كده تفتح النفس وتديرو كمان تشويحة وحطلو شوية من البهارات مش بهارات كتير ملح فلفل اسود هنا فيه بقى اضافة وهي الدبس الرمان مش حابين تحطوه طبعا براحتكو احنا حطناه بس علت تست شوية من الطعم واللون حتديرو شوية كده من التشويحة والتقليبة وحهدى على النار مش بنغطيه احنا بنسبوه يتشوح ويستوي على اقل من مهله مش بياخد كتير تسوية اقل من خمس دقايق والصدق بتاعنا خلاص استوى وجاهز على التقديم حابة ان انا اورهولكو شايفين شكله ياريتكو كده حسين حتى برحته او بطعمه حاجة كده اسكندراني من الاخر جربوه ان شاء الله ينل اعجابكم كانت معاكنونا الحجيري صحتين وهنا هعلق لبكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة